حدة ثانية هنا خالص بعض بلدفورد تلقيت على انجلترا على طول انا عارف ان انت روحت كمان للدراسة هناك في انجلترا احكي لي بس الاول بداعتي كرة القدم ازاي ووصلت الحبل وتوصالي لنادي بلدفورد ازاي هو انا طول عمري كنت رياضية يعني عطول بلعب كل حاجة يعني هو كنت بلعب بسكت سباحة بولي هاندبول كل حاجة وانا في المدرسة برضو كنت برضو بلعب كل حاجة بعد كده قلت يلا جرب كرة شمعنى دي يعني قلت يلا هلعبها وبتأتيت لعبها وبتاعها وبعد كده في البطلات بتاع المدارس كزا نادي جاي اللي هو اكاديميز يعني جم سألوني تعالي لعبي معانا وهنخليكي كويسة وبتاع وكده فروحت لعبت وانا عندي 14 سنة بطلت سنة بعد كده رجعت تاني وبعد كده لا واحدة واحدة 14 سنة بدايت تلعبي في المدرسة او كنت رحت الاكاديمية تلعبي فيها وبعد كده رحت يعني بقى وانا خاص عني درقتي 17 سنة عايزة ألعب عايزة روح جامعة يعني فروحت بتاع ده قدمت في أعمال تشاياوتس في انجلترا عشان كنت بدرس هناك وروحت كزا حتا بس حسيت ان براندفرد هو احسن حاجة بالنسبالي لان اولا ده اسمينادي كويس طبعا وثانيا يعني انا عشان استودنت فما نفعش علعب في درجة اولى فده كان احسن اوبشن بالنسبالي انت دستا بتدريسي فمشين فتلعبي في درجة اولى وانت بتلعب معهم دلوقتي انا درقتي في البلعب في الفرس تيم هناك ممتازجة تيم هناك